أكد وزير المالي أحمد داكو جكا أن مؤشرات أداء أول شهرين من موازنة العام المالي الحالي جيدة وتدفع جهود الاستقرار الاقتصادي جاءت التصريحات الوزير خلال لقائه الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وأضاف الوزير أن الحكومة تدرس إصدار سندات خضراء وسكوك محلية في إطار استراتيجية خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي الإجمالي وأن تطلعوا للاستفادة من خبرات وتجارب المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في تطوير عمليات إصدار السكوك المصرية